تعرضنا للعنف وتعرضنا للإيانات وتعرضنا للسجون وهذا واجبنا قمنا به أسباب أخرى كبيرة وعليش تقرر الإضراب لأن الوضع الاجتماعي متردي جدا الوضع الاجتماعي متردي جدا غلوم عيشة مهما الاتفاق اللي وقع بيننا وبين الحكومة ونقولوه اتفاق أو معنى تميثاق الاجتماعي اللي ينص أن زيادات الأسعار لا تكون خمسة في المئة أكثر من خمسة في المئة في ظرف عام بعد انضعوا من جامبي سبع وسبعين إلى جامبي ثمانية وسبعين ليس في آخر سنة ثمانية وسبعين الزيادات الأسعار تلهبت طارت الاسماء وصلت النسبة ما يقارب تسعة فاصل ثلاثة وانا متفقينة لخمسة كي قلنا كذا يقال لك غلط ما يقول خمسة سنين لك ستة شهر كذا قد عام عام يوتسعة فاصل ثلاثة ناديق النسب سغيرة باش يعرفوا الشباب الخضر زاد العشين في المئة الدواء والطب والصحة زادت ثمانية وعشرين في المئة فاصل ستة النقل زاد ستاش فاصل ستة هذه غلوع المعيشة أما الجباية اللي مطلب الاتحادة ما هيش عادلة انعدام الجباية انعدام العدالة الاجتماعية في التشغيل قالنا التشغيل في السبعينيات ودمنى سبعين رأي مجيء إلا عن طريق فلان وفلتان عن طريق لكتاف ويزمو كنتان تمي كذلك للحزب الحاكم باش تشتغل أنا ولدي بالطال ما يشتغلش أنه مش منقرط في الحزب الاشتراكي الدستوري وهذا شيء خطير جدا مطلوب الشباب يفيق له ويستفيق باش يعرف أن قضية ما هيش انتماء حزبية قضية هي وطنية ومواطنة لأن هذا ستصار في السبعينيات حتى الثمانينات حتى جاءت الثورة فقط طابقوا بوضوح مما كان الثورة كانت واليها بإجازة الوضع العام في البلاد من حريات الحريات معدومة في البلاد لا فم أهلام ولا فم كذلك إلا أهلام واحد واحد ووحيد زعيم واحد ووحيد والأهلام كذلك لا في الصحف ولا في الإذاعة ولا في التلبسة إلا وقت جريد الرائب للأخيات الشرائية خداة الرخصة والأخيات الأقل حرية نشكر كل ما يشرف عليها لأنه كان الصوت الوحيد الذي يبلغ بأمانة ما يقاسوها النقابين أو ما تحركوا النقابين من أجل هذا ليس قائم هذا ليس قائم هذا ليس قائم هذا موضوع هذا مطلب من مطالب الاتحاد العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر